في اجتماع طارئ عقد في خيمة احتجاج على أراضي عرب الأطرش جنوبي قرية سعوة أقرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بحضور اللجنة القطرية للسلطات العربية ولجنة التوجيه العرب النقب سلسلة من الخطوات التصعيدية وعلى رأسها مظاهرة قطرية في القدس يوم الأحد القادم وتنظيم وقفات احتجاجية في البلدات العربية في الجليل والمثلث والساحل إلى جانب جمع تبرعات لصندوق دعم وإسناد للمعتقلين أي قضية عندما تكون ملتهبة هي بالضرورة تجمع الناس من أجل مواجهتها لكن أنا يجب أن أكون صريحا حتى النهاية في نهاية الأمر الصف الأول في المعركة في النقب هم أهل النقب هم أهل النقب يعني لا أتوقع مثلا أنه يجب أتعلم في موضوع حريش أن يسبق أهل النقب أن يسبقوا أهل من الفاحم لا مش طبيعي هذا الكلام لكن بدون أدنى شك ما يتعرض له النقب هو هي معركة للشعب بأسره ويجب أن يكون واضحا يعني قرارات مهمة وأهم ما فيها هو قضية قامة صندوق مالي من أجل المعتقلين ومتابعة قضية المعتقلين وإدارة الملف بشكل عام 19 لأحد اتهام قدمت بقي 50 معتقل في داخل السجون ونحن سنتابع ذلك وأيضا قضية المظاهرة قضية مهمة وكل القرارات قضية مهمة ولكن برأي أهم شيء هو قضية المعتقلين ومتابعة ذلك وأكد المشاركون أهمية الوقوف إلى جانب المعتقلين وأهليهم والسمرار الحراك الشبابي لتدويل قضية النقب ونقل صورة الوضع إلى كافة أنحاء العالم من أجل تجنيد متضامنين دوليين والضغط على حكومة بنت لابيد لتغيير السياسة العنصرية التمييزية ضد أصحاب الأرض من العرب البدو هذا الحراك وضع قضية النقب على الرأي العام العالمي والدولي ويجب استثمار ذلك المحن قد تكون منح وفرص يجب استثمارها النقب كان مغيب كانت معاناة يومية تم هدم أكثر من ثلاثة ألف بيت خلال عام 2021 لم يكن هناك صوت مصموع لهذه الجرائم التي ترتكب يعني اليوم نحن في الحراك الشبابي نتواصل مع مجموعات كبيرة جدا كثير منها هي تطرقت يعني هي توجهت لنا العمل الإعلامي العالم اليوم نرى منهجية جدا مهمة وأساسية في قضية النقب نحن تعدين من ناحية رسالة الإعلامية فكرة التعويل على السياسة الإسرائيلية والتغيير في السياسة الإسرائيلية المحاولة هي الوصول ضغط عالمي دولي على السياسة الإسرائيلية لتغيير منهجيتها في النقب والشيخ جراح على حد سواء وخلال المدخلات من قبل الناشطين أشاروا إلى ضرورة توحيد الصف مع الحفاظ على الثوابت وضرورة استمرار الوقفات الاحتجاجية المساندة للمعتقلين أمام دار القضاء بمدينة بئر السبع ودعوة إلى وقف التجريف من أجل التحريش وملاحقة المحردين في الإعلام العبري وإعداد ورقة عمل واضحة من قبل الأكاديميين والباحثين من أجل نقل صورة واضحة إلى كافة أبناء المجتمع العربي في الداخل لأن احتياط الأرض في الإنسان العالم